لم ينتهي اهتمام ريال مادريد بالتعاقد مع هالاند من بروسيا دورتموند ولكن النادي الأبيض طالب النجم النرويجي بالصبر للتعاقد معه ويمكن لهالاند أن يغادر بروسيا دورتموند في الصيف المقبل نظير ما يصل إلى 75 مليون يورو فقط وسط اهتمام من نخبة أندية العالم بضمه وريال مادريد كان واحدا من المهتمين به ثم ظهرت أنباء تزعم أن إدارة فلورنتينو بيريز قررت التركيز فقط على ضم كيليان بامبي بالصيف المقبل مجانا وبحسب وسائل إعلامية فإن ريال مادريد يرغب في ضم هالاند صيف 2023 حيث يركز حاليا على ضم بامبي وتوفير المساحة المالية المناسبة لإبرام صفقته دون أزمات وسيشجع بروسيا دورتموند هذه الفكرة للغاية باعتبار أن النادي الألماني بالفعل عرض على هالاند البقاء لعام إضافي مع مضاعفة راتبه أما موقف اللاعب نفسه فيظل مبهما فكانت غالبية التأكيدات القادمة من وكيله من ريولا أن الرحيل عن دورتموند هو الأقرب بالصيف المقبل ويعاني هالاند حاليا من إصابة لن تعيده للملاعب قبل مارس المقبل وهي الإصابة الرابعة له هذا الموسم وتتيل جدلا كبيرا حول حالته البدنية أما الأندي المهتم بالتعاقد مع هالاند فهي بارشلونة ومونشستر سيتي تشيلسي وانضم حديثا فريق باريسان جرمان الذي يخطط لضم النرويجي عوضا عن بامبي المتوقع انتقاله لريال مادريد ترجمة نانسي قنقر